بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هذه الآية الكريمة من سورة النور جاءت تتويجا لقصة ابتليت فيها الأمة واتهمت فيها السيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ابتليت في عرضها وفي شرفها بأعظم ابتلاء يمكن أن تبتلى به المرأة وكانت بريئة وبرأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ثم بيّننا الله سبحانه وتعالى الدرس المستفاد من هذه القصة العظيمة فقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إن الابتلاء هو عين الخير حينما يقضي الله سبحانه وتعالى بابتلاء أو اختبار للعبد فليعلم أن هذا الابتلاء هو عين الخير له والسيدة مريم الصديقة ابتليت في عرضها في ابتلاء مشابه وكانت بسبب هذا الابتلاء سيدة نساء العالمين أعلى الله درجتها ورفع مكانتها ولم يثني على امرأة في القرآن كما أثنى عليها وذلك يعكس لنا حقيقة الابتلاء وأن أقدار الله سبحانه وتعالى لا تأتي إلا بالخير وأن القدر لو كان في ظاهره شدة أو شر فإنه والله عند الله خير ولذلك يقول سيدنا الإمام بن عطاء الله رحمه الله يقول من ظن انفكاك لطف الله عن قدره فإن ذلك من قصور نظره من اعتقد أو توهم أن الله سبحانه وتعالى لا يلطف به عند نزول القدر فإن ذلك قصور في نظره قصور في علمه من ظن انفكاك لطف الله عن قدره فإن ذلك من قصور نظره قد يعتقد الإنسان أنه في حال الابتلاء متروك وحده وهذا اعتقاد غير صحيح بل إن الله سبحانه وتعالى ينزل عليه الألطاف وينزل عليه الخيرات والبركات وكما كانوا يقولون ونحن صغار وسمعناها منهم الكثير والكثير إن الله يبتلي ويحاجي على المبتلى باللطف الله سبحانه وتعالى بجوار المبتلى فهو سبحانه وتعالى ينزل البلاء وينزل معه اللطف ونزول البلاء لحكمة ولغاية يعلمها سبحانه وتعالى هذا الحادث الذي حدث لأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين به بعض المنافقين وأراد أن يهدي الأمة الإسلامية لحسن الكلام وحسن النطق والتفكر قبل اتهام الناس بالباطل وأراد أن يبين من هم صادقون مع رسول الله ومن هم ليسوا كذلك فجعل الله سبحانه وتعالى من هذه القصة دليلا وقائدا لكل مبتلا إلى يوم القيامة أن السلب قد يكون هو عين العطاء فمن لم تحترق بداياته لم تشرق نهاياته وإذا احترقت البدايات أشرقت النهايات ولذلك فإن من مأثور الحكم أن ينظر الإنسان إلى الابتلاء وأن يلاحظ لطف الله مع هذا الابتلاء ومن ظن أن لطف الله منفك عن الابتلاء فليتهم نظره وبصره فإن ذلك قصور في نظره قصور في بصره فإن الله سبحانه وتعالى لا ينفك عن اللطف بعباده في كل أحوالهم وفي كل مراحلهم وفي سائر جنبات حياتهم منذ أن يخلق الإنسان والله سبحانه وتعالى يتولاه بالرعاية والعناية واللطف والرزق فإذا ظهر عليه ابتلاء فليلاحظ كيف لطف الله به وألطاف الله لا تحصى ولا تعد ونعم الله سبحانه وتعالى لا يحصيها محصن ولا يحيط بها عقل وينبغي على المسلم أن يدرك ذلك وأن يعي ذلك أن الله لا يبتلي إلا ويحاجل مبتلى بلطفه وعطائه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الأدب معه وأن يرزقنا حسن الفهم عنه وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يعافينا من كل بلاء وأن يسر لنا الأمر كله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرى أكتو موسيقى